مئات من الشبان والرجال من أبناء محافظة الرقة يلتحكون بفصائل الحماية الذاتية وقد جرى حفل تخريج دفعة منهم في اللاذقية الخرجون سيكونون قادرين على تنفيذ مهام قتالية والانضمام لوحدات الجيش والقوات المسلحة هو نشاط وطني يؤكد فيه أبناء الرقة من اللاذقية بأنهم قادمون لطهر الأرض الطيبة الطاهرة التي لطالما عبقوا تاريخها الممتد إلى آلاف السنين سويا سيبقى وإن شاء الله ذهوا مستقبل أرضنا الطاهرة الجغرافية السورية الذي سيحرر بأياد بيضاء لمقاتلين سوريون من الرقة واللاذقية ودمشق وحلب وكل أسقاع السورية نعم إنها سوريا بدماء طاهرة شهادة الأبرار وجرحالة بالشفاء العاجل ستزهر وتثمر وإن شاء الله أمنا وسلاما وانتصارا كبيرا سنحتفل به قريبا إن شاء الله إنما تتعرض له سوريا من إرهاب ممنهج يتطلب منها التصدي بكل الوسائل الممكنة وحشد كل الطاقات للقضاء على الفكر التكفيري الإرهابي وأنها للرقة مصممون لتحرير كل شبر من أرض سوريا الحبيبة وفي مقدمتها مدينتهم محافظة الرقة نفذ في الحافل بيان عملي استعرض فيه عدد من المشاركين المهارات التي تعلموها خلال أيام الدورة للتدريب على السلاح ليكونوا على أهبة الاستعداد لمحاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن نحن في معسكر للجيش العربي السوري هذا المعسكر الذي يقوم بتدريب المواطنين على دور الحماية الذاتي لأبناء الرقة هؤلاء المواطنين الذين قدموا إلى هذا المعسكر هم يريدون أن يتدربوا على كافة أنواع الأسلحة ليقوموا بتحرير مدينتهم من رجلس الإرهاب جميع أبناء الرقة كما تشاهدون أتوا إلى مركز التدريب هنا يتلقون العلوم العسكرية والعلوم القتال وفنون القتال من أجل مؤذرة الجيش وأن نكون جنبا إلى جنب مع عناصر الجيش العربي السوري في معركة تحرير الرقة بإذن الله تعالى ونقول لأهالينا في الرقة أننا لن ننساكم وها نحن نستعد لكي نأتي ونخلصكم من براثن الإرهاب إذا في رجال بتقاتل ورح نظل تقاتل ورح نظل ندافع عنها الوطن لآخر شبه لآخر رجل آخر نفس فينا وهي الدورات مستمرة حتى تخريج وآخر رجل وشباب من كل الأعمار عم نعمل الدورات للي حتى مشى الإسلاحة بحياته عم يتدرب للدفاع والقتال عن أرضها البلد بدوره نوه أحد المدربين العسكريين في الدفعة بحماسة المشاركين وإصرارهم على المساهمة في الذود عن الوطن ومساندة وحدات الجيش في حربها على الإرهاب انطلاقا من واجب كل مواطن انتجاه وطنه